أهلا بحضورة من جديد والفقرة الحوارية السنية والأخيرة من برنامج الأهل الليلة مع الزميلة الصحفية نورهان طمان نورهان إزايك أخبارك إيه؟ أخبارك محمد عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله من السبت اللي فات للسبت ده أكيد حصلت بعض المتغيرات أو بعض الأخبار شوية حصلت رصدتها إزاي؟ والإعلام والصحافة باهتمامك بقى خلال الأسبوع الأخير ده شايفت دنيا إزاي؟ بسبب موضوع فيروس هنا وتأثيره البالغ على موضوع الرياضة وعلى الكرة بشكل خاص؟ بص هو الأكتر رواجا يعني أو تداول المبادرات يعني عندنا مبادرات سواء في دول أوروبية أو أو عربي بس يمكن أوروبية أكتر يعني أكتر ونسبة كبيرة ومنبتري آه صح؟ إحنا ما عندناش ده أكتر آه يعني للأسف عندنا فيه أندية كتير قامت بمبادرات زي روما وميلان كان على الخط في أنه دعم مادي ودعم معناوي لبلد يعني كل نادي هتلاقيه بيهتم بالمكان بتاعه أو بمنطقته بشكل معين فده ظهر بصورة كبيرة جدا فترة الأسبوع ده تحديدا فيه كلام كتير عن النجوم مش تبرعات مرة واحدة لا ده فيه واضح أنه فيه استمرارية للتبرعات ليفندوفيسكي مثلا بيتبرع بشكل مستمر لمستشفيات بعينها في بولندا وهكذا فالأمر كله يعني رايح في سكة المبادرات والتبرعات ولو تلاحظي كمان أن الرهام فيه جزء مهم التبرع ومش فكرة تبرع مالي وخلاص لأ ابتدت يبقى يكون فيه أفكار للمبادرات والتبرعات فكرة مثلا ممكن تعمل مباراة افتراضية فكرة أنك ممكن تعمل لعيبة مع بعضها تلعب ماتش بلاي ستيشن الماتش ده يتم تصويقه تصويره والفيديو ده حسب نسبة مشاهدته الشركة اللي هتصوره تقدر تستفيد بالعائد المالي وتتبرع به أندية فتحة مقاتها الطبية منشآتها عشان يتم استخدامها كنحية طبية لا الوضع ده أو الفكرة نفسها المبادرة الاجتماعية أو التبرع لا في كذا محور مش حاجة ثابتة أو مبادرة أنه هتبرع بفلوس وخلاص في حراك يعني يعني احنا قدام مشهد ما فيش حد يقدر يعني يمنعه أو يحد منه فالأمل في أن انت طول الوقت بتبقى مضاد للموضوع بتشوف حاجات فين المبادرات اللي تقدر تفيد بيها الناس وتبدأ تفكر فيها عندنا مثلا الكلمامات والحاجات دي كلها اليوم لما نيجي نقول أنه في نادي زي مثلا مثلا نادي ليفربول بيتبرع بجزء معين في علاج جاس في ليفربول حاجات كتير قوي ممكن أفكار كتير نطلعها مش بس يعني مش بس فلوس يعني انت زي ما انت قلت مثلا بلاي ستيشن مباريات افتراضية حاجات كتير جدا حاجة أم الاختراع يعني احنا لو ما فكرناش هنبقى وقفين محلك سر فأنا شايف أنه الأندير مصرية لأ متأخرة قوي في الموضوع ده أندية مقارنة ببقى الأندية واللعيبة لأ الوضع للأسف أنا شايفه متأخرين جدا 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 كمان حتى الدور المجتمع للعب حتى التأثير للدرجات الأدنى يعني الدور ممكن يلعبوا دوري الممتاز والدرجة التانية مع لعيب الدرجة التالتة والربعة أنا مش شايفه كنت بقرأ خبر حتى النهاردة الاتحاد الأسباني مع ربطة اللعبين حدد أربعة مليون يورو كدعم لرواتب اللعبين في الفترة الاستثنائية دي للدرجات التالتة والربعة ولعيب كرة القدم داخل الصلاة 36 ألف للعيب كرة القدم داخل الصلاة عارفة الناس راحت في تفاصيل بقت عارفة إيه الدور يتقوم بيه بص هو أشبه شوية بفكرة اقتصاد الحروب يعني أنت في وقت الحرب بيبقى عندك اقتصاد أو منهج اقتصادي معين مختلف عن الوضع العادي أو السائد فإنت دلوقتي أصاد أزمة عالمية مش سايبة حدد خالص فالكورة أو القطاع الرياضة بشكل عام والكورة بشكل خاص هي الأكتر حاجة جذبة انتباه الناس يعني تعالى محمد صلاح مثلا الناس كلها عارفة بره عشان هو مكانته عشان قد إيه الناس بتتفرج كام مليون وممكن مليار بيتفرج على محمد صلاح بره فمن هنا تقدر تبقى مؤثر كل ما بيبقى عليه قاعدة جمهرية كبيرة عشان كده كرة القدم بشكل خاص هي الكرة أو اللعبة الأكتر شعبية والفيديوهات الأكتر انتشارة في أوروبا للعيب كرة القدم بالزبط يعني حتى الأولمبيات يعني رغم أنها كانت أخبارها مهمة لناس كتير لكن مش زي مثلا الأخبار للدورة الإنجليزية يعني لو أنت تتكلم مثلا في نسب بحث أو مشاهدة على الانترنت أو جوجل هتلاقي أن الكرة هي برضو لازالت هي الأكتر بحسن وأكتر اهتمام طبعا شوية الناس بتروح للأخبار السياسية اللي هي بيبقى ليها علاقة بأرقام الإصابات أو أرقام الوفيات سواء جوة مصر أو بره مصر بس في النهاية الناس برضو مش هتعرف تعيش من غير أخبار الكرة مش هتعرف تعيش من غير حتى لو خبر أنه اللاعب الفلاني بيعمل تحدي مش عارف إيه هتلاقي ناس مهتمة بيه لأن هي في النهاية خلاص هي اللعبة الأكثر شعبية واللي فرضت نفسها عن الناس فوقتني بتوقيت من حوالي أسبوع أو عشر تيام حتى زي صاني البريطانية راحت في إطار المفوض عن ده أحداث كتيرة جوة إنجلترا لكن كان المنشط رئيسي بتاعها وهي رسمة لشكل كرة القدم كتبت إيه؟ الحياة أوقفت وكتبت أو حطت صورة كرة القدم مع المنشط اللي حطته الحياة أوقفت فيه أنا عايز أقولك يعني فيه فيه مسلسة الاسمه زي إنجليش جيم المسلسة ده يعني نازل يعني الناس بتفرج عليه كانوا من أنواع أنهما محرومة من هو طبعا بيتكلم عن يعني بداية الكرة في إنجلترا والإنجليزي إزاي تشكل إزاي تشكل وكاد جاية منين والكلام ده كله فتلاقي من المسلسلات اللي ليها برضو بسا مشاهد عايي الناس متعطشة لفكرة الكرة حتى لو في المسلسل دلوقتي الناس بتلك حتى لو خمس زي بس من أي مطش للأهل ده دلوقتي كمان بقوا بيقولوا حتى لو لعب ماش بتحبه طبيعي طب ماشي نشوفه بيلعب ده نشوفه بس نشوف كرة أي حاجة تتحرج بس طيب هبدأ معاك بعض الأخبار والمعلومات هسألك الأول على اتحاد الكرة لإني كان فيه تشكيل لجهاز منتخب الكرة النسائية هل بعد الكابتن حسين عبداللطيف فيه جهاز جديد؟ بصوا حتى الآن يعني آخر معلوماتي أنه لسه ما فيش استقرار هو كابتن حسين عبداللطيف طبعا هو كان لعب سابق آخر مدير فني آخر مدير فني ده كان الفريق تحت 20 سنة آه هو كان لعب سابق طبعا في نهاية الزمال فما يعني ما قداش بشكل كويس المطشات الثواني اللي هنا أو اللي كانت برا فيه مع المغرب آه مع المغرب كنا يعني تعديلنا مطش واحد بس على ما أتذكر البقين كلهم خسرناهم آآ فيه لعبات كويسين جدا فيه لعبات كويسين بجد آآ مستقبلهم كويس تقدر تتكون بيهم فريق بس آآ الاهتمام موجود بس يعني لسه شوية الليدر هي دي المشكلة يعني القناشة عنده كويس الكرة النسائية في بواسط حس ان ما فيش تخطيط لها أساسا هو بقى عايزين يعملوا تخطيط آآ هو ما كانش فيه تخطيط أنا سبعا ممكن يكون فيه جهاز أجناب ما هو ده نوع من أنواع أنهم نفسهم يبقى فيه تخطيط صح؟ آآ بس آآ آآ طبعا بفكروا في ده بس هل هي القصة هينفع مع اللاعبة المصرية الصغيرة أن أنت تبدأ هل هتبقى متعاودة على ده؟ وقال الفكرة في الجهاز الفني ولا في المسابقة نفسها؟ بص المسابقة ده طبعا عامل بس الجهاز الفني برضو أنا يمكن حضرت شوية تدريبات في الفترة الأخيرة دي بقوا بيهتموا برفع اليقى البدنية وعن يعني فيه وعي وفيه وفيه مسواة بنسبة كبيرة شوية اهتمام مع زي الولاد أو الرجال يعني بس لسه حتى الآن مش يعني مش على الخريطة أول يعني لسه بنتكلم فيه أنه إيه ده بنت بتلعب كرة؟ طب وريني كده تبعافي تنططي فالناس كلها تول الوقت بتتعامل إنه البنت بتلعب كرة دي حاجة عجبة يا انت كصحفية بتناشي الأمر ده إزاي؟ طبعا عارف ممكن الأمر بالنسبة لك يكون فيه حساسية إنك عايزة تثبيتي آه ممكن البنت تلعب كرة لكن بتناشي إزاي؟ بناشه كشغل ولا كشغل في الأساس؟ بص هو يعني خلينا برضو نكون وقعيين شوية اهتمامات الناس هي اللي بتحدد جوه لنا تمام يعني لو الناس مش في شارع عادي مش مهتمة تقرأ أخبار الكرة النسائية هتلاقي غاصبا عننا إحنا أخبار الكرة النسائية قليلا العكس انت على المستوى المهني والشخصي لأن أكيد الاتنينة ممكن يرتبطوا ببعض مش هتكون حريصة أنك تهتم بالملف ده لأنه ملفها على الأقل متعلق بالمرأة في حد ذاتها؟ بص إحنا يعني بنعمل ده على فترات يعني مش طول الوقت شغالين أبديت للموضوع ومش مهملين يعني إحنا حتى عندنا في اليوم السابع يعني في الموقع والجريدة لأ بنعمل حوارات وبنعمل أخبار كتير على الموضوع بس على فترات يعني في بطولة أو في معسكر فبنبدأ نهتم ونتابع الاهتمام اللي هو الأربع يعني زي الكورة العادية للأسف مش موجود لو المتابعة اليومية هي تبقى صوية مش موجود نعم زي ما قلت لك إحنا الناس بتتصور أنه الصحافة هي اللي بتخلي الناس تشوف ده مش بس كده لأ أحيانا غزبا عننا بيبقى الناس هي المحرك الأساسي لك أنت لو أنت بتعمل أخبار الناس مش بتهتم بيها بنسبة مية في المية هتبدأ تدور على الأخبار اللي تهم الناس أكتر وتبدأ تعليها أكتر لاي أدراسة الإطراقة بتاعت الخبر بالزبط الأخبار دي نسبة قرائتها أكتر الأخبار دي نسبة قرائتها أقل فبيتزود من المساحة اللي الجمهور دايما بيقبل على قرائة الأخبار دايما وكمان يعني استكمالا لكلامك بنروح لفكرة اللايت شوية مع موضوع البنات يعني طول الوقت بنشتغل عليها لايت شوية الجانب الآخر بعيدا عن عالم الكورة أو اللعبة اللي هي بتلعب لا يعني بنحاول طول الوقت ندي الناس الموضوع مش بشكل سيريس لقوي بس لا لايت وممكن يكون بره الملعب أو جوه الملعب يعني بتعمل بشكل خفيف عشان الناس تبقى متقبلة أكتر يعني ما يبقاش بنات ويعني مش هيبقى فيه تمامي لاحظت ده أكتر بس في الألعاب الأخرى مش الكورة يعني لو اللعبة التنس لو السكواش السلة الطيرة طعمين سكشن أو عاملين قسم الموضوع الزميلة زملتنا لادم جاهد وياسمين يحية الاثنين من أكتر الناس المهتمين بالملف ده بيأدوه يعني بشكل كامل يمكن أنا بشتغل كورة أكتر هم بشتغلوا ألعاب أخرى أكتر فهم يمكن برضو جزء النسائي ده بيبقى موضوع شخص شوية معهم فبقى ده حقيقي بيبهتمام أكتر لأنه البنات كمان في الألعاب الأخرى محققين أرقام كويسة أوية جدا كمان طب لما بتنزلي تدريبات فرق القرى النسائية وبتتعامل مع اللاعبات العقلية بقى بتشوفيها إزاي كلاعبها هل مختلفة بعيدة عن مجال الحياة العامة؟ بص يعني أنا يمكن آخر مرة كنت في المعسكر كان في استاد القاهرة هم يعني هم تحت عشرين سنة صغارين قوي وعلى فكرة يعني أنا أنا شخصيا يعني زمان كنت بشوف نوعية اللي بيلعبوا كورة شوية بنات بيبقى الموضوع في خشونة شوية دلوقتي لأ يعني لأ موضوع عادي جدا بنات طبيعين جدا بيلعبوا كورة بيحبوا الكورة بالمناسبة المنتخب ده فيه بنت كابتن سيف زاهر يعني في المنتخب عشرين سنة ليلة سيف زاهر تمام بتلعب كورة وبتلعب كورة كويس وهي ونادة عماد وفيه طبعا أسماء كتير أنا مش عايزة نسى حد لأ بياخدوا بياخدوا الموضوع بشكل جد جدا عايز أقول لك اتكلموا معاين هم بجد نفسهم يحترفوا يعني بيفكروا جدا في الاحتراف عقلية الاحتراف وصلت ليهم بليز ربيرة جدا نفسهم جدا ويعني كنا بنتكلم في انه لو فيه فرصة احنا ممكن يعني يعني النبرز دوت لو هم عايزين يحترفوا في دورية كتير برا يعني نفس عقلية تلاعب الكورة اللي انت بتتكلم معا نفس العقلية تلاعبها في البنت والله يعني الحالية الفترة لا أعلى والله أعلى كمان أه لا لأ لأنه بص يعني يمكن الجانب التعليمي أعلى شوية أنا ده حسيته فالعقلية نفسها مختلفة شوية يعني احنا عندنا دايما لعيب الكورة الولد بيبقى طول الوقت مهتم بكورة أكتر من التعليم شوية تمام إنما البنات يمكن بقى جزء البيت أو الأب أو الأم بيبقى مختلف شوية مع البنت فلا الجانب التعليمي أفضل كتير والله أفضل كتير تفكيرهم أحسن فعلا كويسة فتحت معاك الملف ده لان فيه تفاصيل جيدة بالنسبة لك ممكن استفيد بوجودك فيها لأن جزء الكورة النسائية تحديدا قليل جدا لما تلاقي صحفيين بينزلوا يشتغلوا فيها لكن صحفيات بيهتموا بالجزء ده فده شيء مهم جدا طيب وانا بتكلم عن اتحاد الكورة قبل منتقل ملف الأهل وملف الكورة المصدرية بشكل عام الاتحاد الفترة الجاية محددش الخريطة واتكلمت في الانترو في الفقرة السابقة في فكرة إن الاتحاد الدولي الدك إطار عام لكن محددش في التحادث لكورة القضب حتى تفاصيل بالنسبة لمرحلة الجاية سواء العقود الإعراض نهاية الموسم بداية الموسم هل الإعلام بيسأل المصادر في الجزئيات ذي دائما كمان ببص للإعلام بعيد تماما عن هذه الموضوعات ما بيسألش ما بينزلش أخبار في الشأن ده ليه بس ليه الفكرة لا لا ليه عندنا زمائلنا كتير لأ شغالين كويس على خدوا إجابات على ده بص هو يمكن أحيانا أو يمكن برضو دانا لمسته فتلأ تكلم مثلا حد مسؤول فيبدأ يعني يعني يبعدك كده شوية يقول لك مال والله لسه طب يعني أنا عايزة أخد خبر لا ما إحنا لسه الحق أنا أتكلم عن الزملة لا 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 أنا أتكلمك بس الخبر بقى اللي في المعلومة ما ملقهوش يعني لا مثلا فيه آخر حاجة تقريبا اللي هي القيد الأجانب أربعة ولا نبدأ بالزبط وحتى الآن أربعة وشمال أفريقيا نلعبه كمحل موسم واحد وسوري والفلسطيني جزئية لا إحنا طبعا بنحاول لكتهت في القصة دي بس بجد بجد لعيب على المسؤولين والله يعني أنت تبدأ يعني أنا لحد دلوقتي بما بكلم مسؤولين بدون ذكر اسمهم يعني في الاتحاد يا جماعة الدوري إيه الأخبار لا لسه لسه ما لا لسه طب يعني طب الأقرب إيه يعني أنت تبدأ أنت بقى تحاول تخرج من المصدر فيقول لك لا ما أقدرش أقول لك معنا لو قلت لك أنه الأقرب كذا هتأخدها أنه طب ما يقول لتصريح إيه المشكلة؟ عارف يبقى طول الوقت الكلام عايم شوي يعني طالما ما فيش قرار نهائي خرج فبتلاقي طول الوقت الكلام عايم فما تقدرش تاخد معلومة كاملة وحنا عندنا أصلا في مصر أزمة معلومات أزمة في المعلومات طبعا يعني أنت كشغال صحفي وتتعامل مع المعلومة على أنها سر لا أنت لو لقيتها يعني ممكن تعمل فرح عملت إنجاز ولو حد مسؤول رد عليك وقال لك معلومة نهائية وطلعت صح فتبدأ تقول أنا صح وبتأب فيعني لأ الموضوع صعب ومش بالسهولة اللي ممكن الناس كتير تتخيلها خصوصا كمان الفترة دي ما فيش نشاط وفيه غموط زي ما أنت قلت أنت قلت الاتحاد الدولي الدخطوطة عامة هل إحنا عندنا في اللوايح اتحاد الكورة مثلا أي بند عن الأوبئة لا الظرف القهر في الجزئية دي مش موجود مثلا طبعا يعني يمكن الحمد لله ما كانش حاصل قبل كده فيمكن ما تعملوش فعشان كده ما كانش موجود بس حتى في الدوريات الكبرى نفس الأمر آه طبعا تبدأ بقى أنت دلوقتي بتشتغل على ده لأنه أنت مش بعيد عن يعني خلاص العالم كله قد كده بالضبط يعني ما 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 القصة كلها فيروس ظهر في يا الصين الصين بعيد عن إيه بقد إيه يعني كجغرافيا يعني بس في النهاية بس في النهاية أنت العالم كله اتأثر طرية صغيرة بالضبط فأنت قدام لكن المسؤول ما بيقولش تصور ما بيقولش أن هنقض مع الأندية هنتكلم مع الأندية هنشوف حلول اللعيبة هنشوف الأرقام المالية لفترة الجاية الوضع إيه وهو فيه رابطة لعبة رابطة لعبين زي دوريات كتير ما الباديل ليها جامعية اللعبين المحترفين اللي ملهاش دور ما هو لا هني أتكلم عن رابطة لعبين زي اللي موجودة في عند ما هو الرابطة دي موجودة آه بره لكن في مصر اللي بيقوم بالدور ده الجامعية لا واللي بيقوم بالدور التاني المجالس اللي بالحب والرواق لا هتلاقيها تول الوقت ماشي بالحب رئيس الاتحاد أي أن كان اسمه بتتبدأ بتليفون بقاعدة تعالى نقعد نتفق يعني الموضوعكم يبقى ارتجالي مش مش بشكل مؤسسي تماما فبالتالي انت اي ازمة صغيرة او كبيرة قبلك بتبقى بتبقى متكتف ما عندكش اصلا قليات انت ماشي عليها بتبدأ تتعامل من خلالها لاي حاجة ترقى لاي حاجة ترقى طيب هكلمك على موضوع اللي عابلنا جانب فتحت موضوع مهم جدا اللي تحد كان بعت للانداية وقال له من السيزون الجديد هيبقى موضوع اربع لعبين اجانب صح تلاتة اجانب ولاعب شمال افريقي ولاعب شمال افريقي لموسم واحد لموسم واحد فقط طيب هل ده هيصل على الفترة الجاية ولا الزرف الاستستاء الحالي هيخلى الوضع الفترة الجاية ممكن يكون متغير بصي ما ارجع وقولك انت لو ما تيجي تتكلم مع اي حد وقولك بس هو احنا ايه نشيل المركب لحد ما نعدي من الجزئية دي وبعدين بقى يحلها حلال يعني عشان يمارش المركب في الكم شهر دول نفسه دخل في الموسم الجديد ما هو خلي بالك ما هو الموسم واقف اصلا ما هو موسم جديد هو ما فيش موسم جديد حتى الان ما هو انت الدوري المتوقف يعني ما هيبقى اسمه موسم جديد بقى يبقى اسمه استكمال الموسم استكمال الموسم فانت قدام لغبطة ولغبطة بجد يمكن يمكن دي للمرات الندرة اللي ما يبقاش المسؤولين فيها عليهم يعني لوم كبير قوي في لحظة ما عليوش لوم لفترة لفترة طبعا يعني الموضوع من نص مارس لازم تحط السياسات نص ربعة لو استمرت الامر او لو استمرت الموضوع لغاية اخر ابريل او اول مايو بنفس الشكل لأ انت باكرا لازم تشتغل طبعا لازم تشوف حلول طبعا انت فكر صح؟ بعدين خلي بالك الخبر ده مثلا يعني انت عندك اندية كبيرة ليها لعيمة معارين بر تمام؟ بال بال اعداد يعني فيه ما خلنتش ذاكرتي زماية كليه اربعة مثلا بر غير الخمسة اللي عمده غير بالزبط عشان يبقى عارف موقفهم او هيرجعهم ازاي ولا ولا مش هيرجع ولا حدش عارف بس انا في الخبر اللي معي ان الاتحاد الكورة متمسك بتطبيق اللايحة اللي ارسلت فيه بداية الموسم عن الموسم المقبل بص هو زي ما قلتلك هما هيفضل يقولوا احنا متمسكين باللواقح متمسكين بالقوانين واول ما يعني الاندية تبقى زعلانا الاندية تبقى زعلانا هيبقى ممكن نشوف تغييرات اللعب الشمال الافريقي تعتقد ان مش يحصل في تغيير لا ما ظنش لان فيه لعبة كتير عرب بلعبه في الدور المصري ما ظنش لا لا هيفضل الوضع كما هو عليه على الاقل الفترة اللي جاية على الاقل الفترة اللي جاية طيب جزء تانا عايز اتكلم معك فيه هو متعلق بقى بالمنتخب الأولمبي كانت انشاءه غريب كان عمل مبادرة طيبة جدا بصراحة فكرة انه هو كمان تقليص الراتب لدعض اللاعبين في الدرجات الأمنة وده يمكن الجهاز الفني الوحيد اللي اعلن ده بشكل صريح رغم ان مرتباتهم مش كبيرة ورغم ان هم الوحيدين اللي حققوا حاجة أسطل والوحيدين اللي حققوا انجاز رسم حتى يتاهم لهم ده يعني طبعا ده يعني يتوجه لهم الشكر كبير جدا على ان هم فكروا في في ناس اكيد اشد احتياجا منهم اه الدوريات اللي الناس بتعرفوش ان الدوريات القسم التاني والتالت اه الوضع المادية فيها حقيقي مزرية حقيقي الوضع صعب اه لعيبة اصلا اصلا في الاوضاع العادية ما بتاخدش فلوسها او يعني بتاخد فلوس قليلة جدا بالنسبة لحاجات كثيرة ومعظمهم بالمناسبة معظم العيبة دي بيشتغلوا يعني بيشتغلوا حاجات جنب الكورة يعني فيه ناس كثيرة جدا على فكرة عمال يومية كمان ويمكن حتى احنا اتكلمنا عنهم انه دول لازم يبقى فيه اه باكت جي خاص ليهم سواء بقى من الدولة من اتحاد الكورة من وزارة الرياضة ايا كان الجهة انه الناس بتوع القسم التاني والتالي دول تحديدا اللي هما اكل عيشهم اكتر في سواء جوه الملعب اه ما بياخدوش فلوس كتير برا الملعب بجد الوضع الاقتصادي اصلا عندهم صعب فيبقى ليهم اعتبارات تانية خالص يعني احنا عندنا اجهزة يعني الجهاز المنتخب الاول يعني مش هيلعب مش هيلعب فترة طويلة ممكن ما يلعبش لغاية اخر السنة بالزبط لان الاجندات كلها تأخرت وحتى الان بالمناسبة يعني حتى الان اللي قدمه ما كانش على ماء وراميا على ماء وراميا فيعني حتى ما فيش امارة للقسم فلا طبعا الدولة لازم سواء بقى ايا كانت الجهة يعني لوزارة الرياضة اتحاد الكورة لازم النظرة مختلفة تماما للعيبة القسم الثاني والثالث اكيد طيب اللجنة الكابتن شواء غريب والمنتخب اللومبي نقدر نقول من افضل القرارات اللي اتخذت قد تكون ايجابية في صالحهم تأجيل اللومبيات للسنة بتتكلمي في استعادة لعيبة كانت فيها صعوبة انها تلحق للمبيات الجاهة محمد محمود كريم ماندفد بتتكلمي كمان رمضان صبحي يعني رمضان صبحي الفترة الجاهة هيكون مع النادي الاهلي مسألت بقى استمراره ناهية الاعارة عودته يعني المشكلة للفترة الجاية لما هيكون في استقرار نفسي لي هو كمان غير لما يكون داخل اللومبيات لسه بيفكر في كذا حال التأجيل ده فنيا اعتقد طرح كابتن شواء لحد ما يعني بص اصله اي تأجيل انت لو انت لو مكنتش مستعد اصلا يبقى يبقى عندك مشكلة اي تأجيل مفروض ان هو بيسبب مشكلة اه ممكن يكون يعني ياخدوا نفسهم اكتر شوية بس خلي بالك برضو مش قوي لانه انت عندك لعيبة انت مش عارف هترجع الفترة بتاعها عامل ازاي بس ده لسه سنة ساعة وطرح من دراحتي اوكي انا معاك فعلا احنا محدش عارف الامور ممكن تبقى اصدك لو كانت في لعيبة دلوقتي مش في شكل كويس والولومبيات كمان شهرين انت ضام ندر معاك بالزبط لكن بعد سنة ويه ما تعرفش مين ومين ممكن يقدر يعرف يرجع تاني بنفس المستوى ومين ممكن يريح يعني فالموضوع شوية برضو في يعني في برضو سوق حقب العكس اه بالزبط يعني اه بالزبط يعني في شوية اجابيات صغيرة وفي شوية وفي شوية سلبيات ممكن يعني نبقى حطنا في عين الاعتبار وقد يكون حظ كويس للعيبة كالمصابة فترة طويلة زي محمد محمود لا وحظ كويس انه لعيبة تزهر طبعا مش بس اصابة لا لعيبة كمان جديدة ممكن تكون مش يعني مش في الصورة تزهر بشكل كويس لو طبعا الدور يرجع يعني واتقالف التلاتة الكبار اللي هيكون في المتاخن الولميين والله بص وحتى الان يعني محدش عارف يعني انت انت قدام ناسك طول وقت صلاح طب وصلاح وجوده هياخد من اللعيبة ومجهود اللعيبة اللي عملوه ده كله طب وصلاح عمل ايه في كاس الأمم طب يعني فيه طبعا امور كتاب حارس مرمى عشان الخبرات بص فيك امور كتير قوي في الموضوع ده صح وبجد كانت محيرة يعني انت لو برضو جيت بس اطلعها كل معسكر بيتكلم من وجهة نظره بصورة كبيرة هو ممكن يكون عنده حق يعني يعني محمد صلاح اضافة وقيمة طبعا وهتدي للمنتخب اهمية لمشاهدة حتى المنتخب من قبل الناس وفي نفس الوقت برضو ممكن يكون وجوده مؤثر شوية بشكل سلبي على اللعيبة او على الفرقة اللي هتبقى حاسة انه مجهودها يعني هيبقى هو بيخدم عليه هو كصحافة احنا حظنا سيء جدا لان الاخمر اللي زي دي خلاص بقى يعني مش من الطبيعة الكتب دلوقتي صحيح صحيح لا ولو كلفتها دلوقتي يعني يا عمم اين اللي انت تتكلم فيه ده دلوقتي احنا فاضيين ده الكلام ده طيب خبر كمان مهم اختل معاكي فيه الاتحاد الافريقي النهارده اعلن بشكل رسمي تأجير لاجل غير مسمى ما هو ده وضع يعني ده خبر برضو مؤلق شوية يعني احنا يمكن مش عايزين نقفل بس هي جانب ايجابية نور هيا ألا وهو ألا وهو انه هو عايز يأجل لاجل غير مسمى عشان المباراة بيبقى فيه حضور جماهيري اه طبعا انا معاك انا معاك في ده بس اجل غير مسمى ده معناه انه ما فيش رؤية لأي دولة في محاربة ما هو برضو في نفس الوقت هو مرتبط بدول الانداء دي بتلعب بحضور جماهيري فمش هيقدر ياخد قرار سواء بحضور جماهير او حتى استناف المباراة اللي لما الدوري بتاع الدول دي يرجع وياخد بساحة خلي بالك ما هو احنا مثلا ما كناش بنلعب بجماهير بس هو الاتحاد الافريقي كان بيه كبيرنا ان احنا في ماتشاتو بقسمي فاينال بقى خلاص في ماتشاتو بنلعب بجماهير فهي الازمة كمان مش في الدول اللي بتلعب بجماهير وهو الطبيعي الناس تلعب بجماهير هي بس انا بقولك انه الموضوع بس يعني يعني نتمنى انه ما يطولش الاجل غير مسمى دي بتبقى نفسيا مش مش لطيفة قوي او اجل غير مسمى دي راحت لشهر 7 او 8 مثلا اه لا لا طبعا اه طبعا لانه الكاف عنده امل ان المبارات دي لازم تستكمل بنفس الشكل بتاعها فكرة حتى تدورة المجمعة في مكان لا لا هو ما كانش ما فيش قبول قوي للفكرة خصوصا انا بقولك يعني في عز ما كنا احنا افلين الدنيا على الحضور الجماهيري هو لا حضور جماهيري ما ينفعش هو دي شرط شرط اساسي شرط اساسي كده الماتشات دي بعد ما كنا خلاص يعني متفقلين بديربي عربي مصري مغربي لأول مرة ولازم لقليل ان شاء الله المشهد نفسه حصل في ارتمك وتقلب كله على بعض بص ما انا ارجع وقولك على حسب ما انت هترجع ازاي تخيل انت مشهد مباراة الاهلي والوداد والزمالك والرداء وفي عز في عز ما بيقوله في عز انه اللعيبة سخنة وانه الدنيا كلها صح مستنية كنت هتشوف طبعا هل بقى انت لما تيجي ترجع هتبقى بنفس الحماس وهو عشان كده مش هيحدد معادي ان لما يبقى الدوريات دي الاول اتلعبت والفرق دي خدت مساحة مشاركة بوقت كويس عشان لما ديجي تلعب سيمي فاينال على قليل تبقى المستوى الفني مقبول ايوة لانه هو هو يعني من مصلحته او هدفه انه البطولة تفضل بقوتها انت مش هتبقى جايب لعيبة تلعبه خلاص عشان يبقى سميكملت البطولة بالظبط لا انا عايز فرق على قدر من يعني اعرف هترجع ازاي لا لما شوفها الاول هترجع ازاي وبعد كده هابقى حدد المطشاط يعني تمام اختم معك بخبر الاتحاد الدولي كان عنده توقيت معين يدفع فيه يعني ارقام مالية كاعنات او كجزء مخصص للاتحادات الالية في فطينا المبلغ ده هيتم تبكير موعده وتدفع الاتحادات من دلوقتي عشان الازمات المالية بتتعرض لها المسؤولات المجتمعية يعني برضو احنا بندور حوالين فلك المسؤولات المجتمعية الضبط كده تحت صندوق اللي غسل طارقه صحيح وتتكلمي في رقم كمان يا نورهان مليار وستمائة مليون دولار رقم كبير ضخم جدا واي اتحاد كان بيتحط عليه معايير عشان ما ياخدش الاعانة دي او الدعم ده المعايير دي هتتليه دلوقتي مؤقتا في سبيل ان كل تحتاج تاخد فلوس ايه لانه هو في النهاية برضو زي شأنه شأن الاتحاد الافريكي بل طبعا اكبر اعلى مسؤولية اكبر انه هو في النهاية اللعبة كلها والاقتصاد والدوريات والامور دي كلها هو ورطة ما بعدها ورطة فعليا انا طول الوقت بقول انه الحروب اسهل يعني لو حرب اسهل من عارف بدايتها وممكن تخلص عليه لا وبالمناسبة يعني حتى لو الدنيا ويفت شوية انت يعني مافيش خوف من جواك عارف مشكلتها بالضبط مافيش خوف من جواك على الهو لانه مسارة نتيجة يعني مسارة هترجع خسارة هتحصل وهترجع من داني يعني في الوضع اللي احنا فيه يعني ربنا يا ربي يعني خلصنا من الوباء ده ان شاء الله في قرب وقت طيب حجم مساعة الشغل بتاعك في الفترة الحالية بنفس النسبة اللي كانت موجودة عن كده انت مصمم على لان انا انت زين اللي انت تفكرني بمأساتي صح بص اقول لك حاجة احنا لأ طبعا حجم الشو احنا بنشتغل وبندخ نفس كمية الاخبار وكل حاجة شاب تجيبها من ايه والله ولا انا يعني انا فعليا انا معرفش بتجيب من ايه بتجيب يعني يا ربنا يا ربنا بيكرم يعني الحمد لله يعني بس لا هي القصة كلها فانه انت طول الوقت عايز خلي بالك المواقع الرياضية من ازمة كورونا دي كلها ترجعت في الرانكينج في تصنيب كلها ترجعت لانه الناس ما بقتش الناس بتسرش اكتر دلوقتي على الكورونا والاخبار الكورونا والسياسة والصحة والكلام ده كل فكل المواقع الرياضية ترجعت اوتوماتيك لانه على فكرة ومفيش مش عشان هم دخل اخبار اخبار قل او لا 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 هو الناس ما بقتش اهتمامها ده شوية الفترة دي فترجعت فيعني يا ربنا بنتور كل الشكر والتأذير ليك بالتأكيد يا نرهان وبالتوفيه يا رب بإذن الله في الفترة اللي جاية ونتمنى يا رب خلال الاسابيع اللي جاية الامر يختلف بشكل ايجابي يا رب بإذن الله ان شاء الله ونجي لكم باخبار اكتر بإذن الله اخبار اكتر اه يا رب بإذن الله شكرا جزينا وبالتوفيه يا رب بإذن الله شكرا لك فقرة حوارية كلنا بنتختتم بها بتأكيد برنامج الاهل الليلة لكن بنحاول قادر امكان بنشوف الصحافة الاعلام بينايش الاحادث ازاي وفي المستجداد بالنسبة للمرحلة اللي جاية والصحافة والاعلام متأثرة تأثير كبير جدا زي ما الرياضة والكورة بتتأثر بنفس التأثير بسبب موضوع فيروس كورونا خلال الفترة اللي جاية بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير ان شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الاهل الليلة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة